هذا وأكد وزير الخارجية سامح شكري على دور مؤسسات التمويل الدولية على توفير تمويل لصندوق المناخ الأخضر وعلى تحقيق الانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة وخلال اللقائه بالوزير الدنماركي لتعاون التنموي والسياسات المناخية دانيور جانسن على هامش المشاركة في قمة أسبوع أبو ظبيل الاستدامة أكد شكري الحرصة على التنويه بما تضمنته مخرجاته مؤتمر شارم الشيخ حول تعزيز جهود تخفيف تداعيات تغير المناخ من جانبه أشاد الوزير الدنماركي بما تحقق خلال مؤتمر شارم الشيخ من نجاحات معربا عن تطلعه إلى مواصلة التشاور والتنسيق مع رئاسة المصرية لمؤتمر المناخ خلال العام الجاري